بابا روتي حلوة مميزة ومشهورة صارت مؤخرا بالكافيهات وبتتقدم مع القهوة والنسكافي هي بطعب ريحة النسكافي حلوة مقرمشة كتير من برة ودايبة وطرية ومحشية بالزبدة من جوة أول إش رح نبدأ بتحضير العجين في وعاء كبير ضفة نص كوب من الحليب الدافي أقرب لدرجة الحرارة السخنة معلقة صغيرة خميرة معلقتين كبار سكر عندي حبة بيض واحدة بدرجة حرارة الغرفة خفقتها وأخدت نص كميتها فقط النص الثاني رح أستخدمه لاحقا ربع معلقة صغيرة من الملح وبخفق هاي المكونات منيح مع بعض بواسطة مصفاية ناعمة زي ما شايفين رح أنخل كوب ونص من لطحين نخل لطحين فوق المكونات السائلة رح يعطينا هشاشة وطعم طيب كتير للعجين ببدأ عجنها بإيدي وبس تتشكل معاي رح أخدها على طاولة المطبخ عشان أعجنها براحتي رح أبدأ بالدلك والعجن لحد ما يختفي كل كمية لطحين وتصير معي متماسكة هالعجين بتحتوي على كمية من الزبدة لا بقسة بها بالحشوة وبالعجين هون رح أستخدم ربع كوب من الزبدة أو تقريبا ثلاث معالق كبيرة بدرجة حرارة الغرفة بالبداية رح أتقطع معاكم شوي العجين بعدين رح تندمج وتصير متجانسة وكتير نعمة رح تحصلوا على عجين طرية جدا وأطنية باخدها على نفس الجات اللي عجنتها فيه وبغطيها بالنيلون راب وبعدين بغطيها بإشدافي وبحطها على جنب تخمر لمدة ساعة في وعاء تاني نص البيضة اللي خفقناها بالأول معلقة صغيرة نس كافي بودرة أو قهوة سريعة الدوبان معلقة صغيرة مي مي بدرجة حرارة الغرفة خفقت هالمكونات وهلأ رح أضيف لهم 3 كوب من السكر البودرة بخفق كتير منيح ليخت في السكر بعدين رح أضيف 3 كوب من لطحين بخفق كمعن مرة كتير منيح لحد ما يتجانس الخليط ويصير عندي كثيف وتقيل هلأ رح أضيف معلقتين كبار من الزبدة وحركهم كتير منيح رح يصير عندي سائل لزج وتقيل بهذا الشكل هون عندي كوب وبواسطة كيس حلواني رح أعبي هذي الخلطة اللي عملناها مع بعض بهذا الكيس هو خليطه تقيل شوي بشبه خليط الكيك وريحته مثالية بنزل كل كمية هالخليط بقلب الكوب بأسطرف الكيس عشان أقدر أضغطه وباضغطه بواسطة معلقة خشبية أو أي جسم صلب وبربط الكيس وبتركه جانبا لحين التحضير بعد مرور الوقت على العجينة ما شاء الله حجمها الضاعف طرودها مثالية رح أخذها على طاولة المطبخ وأبدأ بتقطيعها أنا هون قطعتها لست قطع متساوية حجمها متوسط إذا حابين تعملوا قطع أكتر بتزغروا حجم القطع شوي رح أبدأ بفرض القطع بس شوي صغيرة لتصير معاي رغيف صغير رح أحشي كل حبة بمعلقة كبيرة من الزبدة وأكورها وأسكرها بهذا الشكل وأحطها جانبا في صنية الفرن بطنتها بورق الزبدة أسهل للخبز وأسهل للتنظيف حطيت كل كمية العجين اللي حشيتها بالزبدة وغطيتها وتركتها لمدة ربع ساعة تخمر للمرة الثانية وهي حركة جدا ضرورية هون رح أجيب الخليط اللي حضرناه سابقا من النسكفة والبيض وأبدأ أعمل شكل حلزوني على وجه الحبات بهاي الطريقة كلها لحد ما يخلص عندي الخليط اللي عملناه بهذا الشكل تماما ريحتها وشكلها رح تأخذكم لعالم تاني رح أخذها مباشرة على فرن محمى مسبقا على الرف الأوسط ودرجة الحرارة 200 وبتحتاج منها تقريبا مدة 10 دقايق لربع ساعة لحد ما تستوي تماما وتنفخ ويدوب الخليط اللي على الوجه ويكون إشرة صلبة بهذا الشكل نتركها تبرد بدرجة حرارة الغرفة لحد ما تاخذ هذا الشكل وهون بتصير جاهزة للتقديم رح تكون من برة كتير مقرمشة وطعمها ونكهتها رائعين ومن جوا رح تكون طرية جدا والزبدة دايبة بقلبها مثالية مع كاسة القهوة أو النسكفة صحتين وهنا